نرحب بكم عزائنا هذه قناة حياتنا ورلايف ونبتدأ اليوم في هذا الفيديو نتحدث عن حرف الحاء بشكلها الحاء إلها شكلين يا أول هذا الحاء الأولى التي تكون موجودة في نهاية الكلمة وهذه الحاء التي تأتي في بداية الكلمة زي كلمة حصان حصان وحشي سلحة فا تمساح كلها هاي كلمات بتكون موجودة فيها حرف الحاء شوفوا هون الحاء عليها فتحة هاي الحاء اللي هي بالبداية حمامة هون حاء الموجودة بالنص برضو بتأخذ نفس الشكل اللي هي الحاء لحم وعندي حاء الأخيرة زي كلمة تمساحن إذن هاي حرف الحاء لها شكلين مبينين معانا زي كلمة حلوى عليها فتحة زي كلمة حبوبا عليها ضمة وكلمة حصان عليها كسرة حافلة شوفوا مع حرف المد الطويل حاء وهون مع الحو وهون مع الحي حرف المد الحي طب كيف صوت الحاء؟ كلنا بنعرف صوت الحاء حا حو حي أو حي إذن هذه أربع أصوات لحرف الحا حا مع الفتحة حو مع الضمة حي مع الكسرة حي مع السكون مع حرف أو مقطع المد الطويل بنحكي حا حو حي نقرأ الكلمات وشوفوا كيف السكون لحم ح مح سن رح لا هلأ خلينا نلون حرف الحا اللي بالأخير بتكون باللون الأحمر فبنلون هون اللي بالأحمر بيكون لونه حرف الحا اللي تتأتي في نهاية الكلمة والثانية اللي هي الحا التي تأتي في بداية الكلمة يعني ها بتلونوليها كاملة باللون الأخضر تمام؟ طيب نرسم دائرة حول الكلمات اللي فيها حرف الحا زي كلمة حا نينون زي كلمة ملحون تمر ما فيها شها بحر هايها الحا بالنص بصل ما فيها شها طيب خلينا ننتبه للنطق كيف نقرأ هذي الكلمات بحرف الحا حصانون منحط لها كسرة حلوة منحط لها فتحة حو بوبون منحط لها ضمة وعندي بحرن منحط لها سكون طيب نستمع للنطق الكلمات التالية ونرسم المقطع المناسب في الفراغ يعني يا بدك تحط حا أو حو أو حي الحا مع حروف المد تمام؟ نبلش مع بعض بالكلمة الأولى اللي اللي نحن شايفينه هاي صورة حوت فمنكتب إح معي القو بشكل سليم الإح مع الآ لكلمة حا في performance الإح مع الإح لكلمة طحين زيما نحن شايفينها بالشكل طيب نرسم دائرة حول حرف الحا وين حرف الحا موجودنا نرسم على دائرة أول كلمة عندنا كلمة حلم فمنحط دائرة على الحا مفتاحون منحط دائرة على الحا حبرون منحط دائرة على الحا وسلحفا منحط حا عليها دائرة ونحط دائرة على الحا مع المد الطويل على الحي مع المد الطويل الإي والحي برضو مرة ثانية مع المد الطويل والحو مع الواو وننتقل للتحليل عندي كلمة صح نن صح تنتين مقطع نكتبه هون والنن نكتبها هون ح لحالها هون وما منحطها هون ومن هون وبح مع بعض مقطع كامل اللي هي بح ورن را لحالها فلنركم من هذه المقاطع تالية كلمات وندمجها لكي تصبح كلمة كاملة تصبح الكلمة هنا ح س من وما لحن وهنا مف تا وحي طيب ننتقل إلى التركيب ونقرأ يعني شو ممكن أنت تطلع زي بازل شو ممكن أنت تطلع أنت كلمات وتكتبها من هذه الأحرف الموجودة عندك فيك تكتب حرب فيك تكتب ربحة يعني بدك تشكل تكتب كلمات قد ما تقدر من هذه الأحرف ممكن تكتب كلمة بحر ممكن تكتب كمان ربحة كتبناها رحب أو رحب تمام نقرأ الجمل حصدا محمود حرسا حسن المرمى طيب بنسبة لمقطع النسخ كيف منكتب حرف الحا نبلش من هون ومننزل نزول لنفوت نعمل نزائرة نفس الشي الصغيرة أو التي تأتي في البداية منبلش هيك ومنعمل على الشمال أما بالنسبة للحا هكذا تكتب الحو مع القو والحي هكذا تكتب حصدا محمود خلينا نكتب هون شكل حرف الحا حمامة هون عندي بلح هون ممحات وهنا الكلمات فاح طيب بهذاك خلصنا حرف الحا نراكم في حرف جديد وهو حرف الزين أو الزاي واللي له بس شكل واحد فقط لا غير شكرا لكم ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا وتعملوا لايك وتشيروا هذا الفيديو لتعام الفائدة